موسيقى السلام عليكم ان شاء الله رأيكم بخير وعلى خير وانتم تشاهدون في الفيديو نهار اليوم اليوم سنشارك معكم وصفة حساء كابويا سأجيب بنتو روعة و أحمد لكم ديزاجتيس كما رأيكم تشاهدون استخدمت انا في هذه الوصفة نصف حبة كابويا نحيت الزريعة وقشرته بالتأكيد وغسلته وقطعته عشوائيا نفس الكيلة اللي مدتها كابويا درتها باطاطا والكيلة اللي خلا فيها بصل و جزر كما رأيكم اكثرها بصل في الكوتمينيت حطيت السمن والزيت زيت درتها ربع مغارفة مع السمن مغارفة حمرت هذا الصدر الدجاج عفوا أرباح صدر الدجاج كما رأيكم تشاهدون قليته مليح ونبعد ضفت الخضر اللي اكيد اكيد لازم تقلوهم تخيط خبيان بش يمدوكم بنا بزاف بنينة ضفت الملح وبقيت نحرك فيهم على نار بزاف مرتفعة زيتت لها للاخير بقيت نقليف هذه الخضر مليح تنبخسك يدخلهم الطياب اهم حاجة كما قلت لكم بش تجيكم بنينة خلوها على خاطرها في هذه الوصفة ثانية سنستخدم العدس الأحمر ضفت حوالي ثلاث ملاعق تاع أكل غسلته هذا العدس وضفته كي كنت رح قريب نمرق نمرق بالمسخون هذا العدس الأحمر سيزيد قيمة غذائية بزاف لهذا الحاساء مرقت بالمسخون كما قلت لكم سنغلق أعليها دعوها حوالي 20 دقيقة صدر الدجاج التاعي طيب هذا نحي هذا صدر تاع الدجاج بجيه نضيف لي زي بيس نحتاج فلفل عكري نحتاج لي بيس خاص بالدجاج راس الحان و تمتك الثروش وثانيك ثوم انبودر ثانيك نحتاج فخوماج بورسيان أي نوع فخوماج يكون عندكم سيضيف لكم بنا اللاسوب بتاعكم ثاني حاجة كي تضيف لكم البنا في هذه اللاسوب انكم ترحوا اللاسوب بتاعكم بزاف بزاف مليح ارحوها حتى تولي ملمس تاح بزاف ناعم هذا صدر تاع الدجاج عفوان كنت كما كنت شفتوا فتفتوا وضفتوا على الحاساء تاعي بعد ما رحيتوا هذه هي تاكستور التي نحتاجها لا تكون ثقيلة بزاف كومين بيغي وما نحتاجها اشتانيك جارية بزاف فالا هذه هي الوصفة التي عيت عنها اليوم اتمنى تجربوها بلزاستيس اللي قلت لكم عليها قلوا الخوضار المليح وارحوا لسوب تاحكم تخي تخيبيا فالا اتمنى الفيديو تاع اليوم تعجبكم مع السلامة اشتركوا في القناة